مصر بتدي حق الضبطية القضائية للجيش وكمان بتجرم حيازة العملة الاجنبية ومش بس كده مصر كمان نزلت قرارات ان في حد على سحب فلوسك من العملة المحلية اللي هو الجنيه المصري من البنك ولو زاد عن 150 الف جنيه المواطن لازم يقدم طلب للبنك المركزي والبنك المركزي طبعا يوافق او يرفض يعني ببساطة يا جماعة ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو ما بقوت لك حوالة من حد من اهلك على البنك بـ 200 دولار فالبنك لازم يسلمك بالمصري انما انت لو رفضت ان انت تستلم بالمصري واسررت ان انت تستلم بالدولار عادي جدا ان موظف البنك يديك بالدولار من هنا ويبلغ عسكري الجيش اللي هيبقى واقف على باب البنك يقوم قابض عليك بتهمة حيازة العملة الاجنبية وبالفقى لليومين التلاتة اللي فاتوا دول الدولة قابطت على ناس بحيازة العملة الاجنبية لدرجة ان انا شفت ارقام ان واحد معاه مثلا 150 روبل 150 روبل روسي دول اللي هما بمعادل تقريبا 100 جنيه مصري وطبعا فيه اللي تقابض عليه بـ 100 دولار وـ 200 دولار لحد 5-10 تلاف دولار يعني انت من الاخر معاك عملة اجنبية البلد هتقلبك فيهم البلد ما بصتش خالص للكم مليون اللي كانوا متهربين على طائرة زنبيا البلد ما بصتش خالص للكم كيلو دهب اللي برضو تهربوا على طائرة زنبيا البلد ما بتبصش خالص للدولارات اللي بتروح لرجال الاعمال وموظفين الدولة والبنطاجية كمان اللي شغالين مع الدولة واسم انتو عارفين انا قصد مين كويس البلد ما بتبصش للناس دي وما بتبصش اساسا هم جايبين دولاراتهم منين ولا مخبيين فلوسهم فين انما البلد بتبص للستة الغلبانة اللي جزها متغرب عنها هي وعيالها بقالوا ازيد من 10 ولا 15 سنة علشان بس يقدر يأكلهم ويشربهم ويعلمهم ويوم ما ييجي يبعت لها فلوس هيبقى قدامها حل من الاتنين يا اما تحول الفلوس من البنك بالسعر الفستك اللي هم حطينه او ان هي تستلم الفلوس بالدولار وساعتها الدولة ليها الحق ان هي تقبض عليها ويتعمل لها هضية وكمان ياخدوا منها الفلوس لما قلت في الفيديوهات اللي فاتت ان اقتصاد مصر تدمر والحكومة مقدماش حل دلوقتي غير ان هي تبص على اللي في جيوب الناس الناس تلعت هجمتني شرفاء الوطن اكيد انتو عارفينهم انما ده حصل قردي بالفعل سبحان الله انا ما نزلتش الفيديو وما كملتش اسبوع وكلامي اللي قلته بيتطبق على ارض الواقع عشان كده بقولها وهكررها تاني اللي يقدر ياخد فلوسه ويخلع من البلد دي يخلع لو عندك فلوس في البنك لازم تروح تسحبها وتخليها في بيتك علشان خاطر انت قدام مش هتعرف تسحبها باختصار شديد جدا هنبقى زينا زي لبنان هتروح البنك يقولك معيش قديلك منين وياريت الناس تسمع النصيحة قبل فوات الاواقع اشتركوا في القناة